صباح الخير منخفض جوي هاي اليومين ثلاثة يام اللي مرأت مثل مشايفين في ارتفاع بدرجات الحرارة ولكن من المحتمل الأيام القادمة يكون في منخفض جوي هو المنخفض الأخير خلال هاي السنة أكيد بدنا نصبح عليكم ولكون كونوا معنا بمشوارنا ومحطاتنا المتنوعة مع ضيوفنا الاختصاصين أرجع صبح عليك يا عفا صباح الخير لجميع المشاهدين من وين ما كنتوا عمد تابعونا بلشنا اليوم معكونا بحلقة جديدة من صباحنا غيرها وضمن فقراتها جديدة ومتنوعة وتسمى أغلب الناس بدأت منى لكم كل عادة بهذا الصباح والصباحات القادمة تحمل معك كل شي خير للكون لأنه مو أهم شي إنه يكون شي من حبه ممكن كتير من الأوقات يكون الشي اللي منحبه معنو خير لألنا لهيك أهم شي يكون خير بكل الأمور يلي بتحصل بحياتنا وأكيد مكملين معكم بصباحنا ولكن رح نروح لفاصل صغير ونرجع مثل العادة يا عفاف رح نبلش أولى محطاتنا لليوم بمعلومات غريبة وجديدة والبعض مننا يمكن عم نتعرف عليه لأول مرة بهالتعلم معلوماتنا لليوم عن التفاح الأخضر اللي بيعاد غني بالقيمة الغذائية وفقير بالسعرات الحرارية بيحتوي على الكثير من الفيتامينات المهمة مثل فيتامين بيبي أنواع وفيتامين جيم والكثير من المعادن مثل البوتاسيوم المنجانيز والحديد والنحاس وغيرها إضافة إلى أنه غني بالألياف والماء وما يميز التفاح الأخضر احتواءه على كمية أقل من السكر مقارنة مع ألوان التفاح الأخرى ويخلص التفاح الأخضر من السموم بجسم الإنسان وبيحتوي على كميات جيدة من مضادات الأكساد التي تثبت عمل جذور الحرة وتحميل كبد منها وبيحمي التفاح الأخضر جسم من الالتهابات المسببة للألم مثل الروماتزم والتهاب المفاصل بسبب احتواءه على كمية جيدة من مضادات الأكساد وبيحمي البصر بسبب احتواءه على صبغة الكلوروفيل الخضراء وبعض المركبات الكيميائية وبساعد التفاح الأخضر بحماية الجسم من بعض أنواع السرطانات بسبب احتواءه على بعض المركبات الكيميائية مثل أثيوسيانات بالإضافة لمضادات الأكساد وبيحافظ على صحة البشرة وجماله ونظارته وكيد سلمة ما بنا ننسى التواريخ المهمة بحياتنا وأكيد أهم التواريخ يلي صارت بـ 25 نيسان سنرى صوت ضمننا فقرة حكاية يوم اليوم 25 نيسان كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم وكانت مفصلية بالتاريخ قراءة سريعة لذاكرة الأيام مثل اليوم من عام 1792 قاطع الطريق الفرنسي نيكولا جاك بيليتي يدخل التاريخ كأول شخص يعدم بالمقصلة ومثل اليوم من عام 1926 ظهور أول آلة بيع آلية لبيع بطاقات الدخول ألمانية الصنع في اليابان ومثل اليوم من عام 1954 إنتاج أول خلية طاقة شمسية ذات كفاءة عالية في مختبر بيل وبعام 2005 وفات 107 أشخاص في حادث تحطم سكة الحديد في اليابان ومن الشخصيات اللي أبصرت النور بمثل هذا اليوم من عام 1874 ماركوني عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل بالفيزياء بعام 1909 ومن الشخصيات اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هذا اليوم من عام 1744 أندر سيلسوز عالم فلك ورياضيات وفيزياء سويدي واليوم 25 نيسان هو يوم الوعي بمرض الملاريا لحنروح لمحطة تانية من محطاتنا ومثل ما بنعرف بزحمة الحياة اليومية كثير أوقات بنفقد طاقتنا وبنحاول أنه جدد هاي الطاقة بيقول الخبراء أنه ساعة باليوم أو حتى أقل 30 دقيقة باليوم من اللورياضة هي كفيلة بأنه جدد طاقة الإنسان خلينا نتابع سواء تفاصيل تانية عن هاي المعلومة بالتقرير التالي ثمت أشياء لا تعرفونها عن الرياضة وسوف تفاجئكم بقدر ما تفيدكم العدو لخمس دقائق فقط يطيل حياتك ممارسة الرياضة صباحا تساعدك على النوم أفضل ليلا لا يمكنك خسارة الوزن في منطقة معينة من الجسم ولكنك تستطيع شد عضلات معينة ممارسة الرياضة بين ثلاثة وخمس مرات في الإسبوع قد تعالج الاكتئاب الخفيف أو المتوسط عند الراشدين ممارسة الرياضة لها فعالية التدليك في تخفيف تصلب العضلات إذا تشنجت عضلة قدمك أثناء الركض أو المشي قد يكون جسدك بحاجة إلى الماء القيام بتمارين الليونة وأنت ثابت في مكانك قبل ممارسة الرياضة قد يضعف قوة العضلات وطاقتها تمارين الدفع أفضل تمارين للذراعين تمارين شد المعدة في وضعية الاستلقاء هي أكثر التمارين فعالية تطلق التمارين الرياضية مادة الإندروفين التي ترفع مزاجك وتساعد على تخفيف آلام الرأس والتشنجات وآلام الظهر المشي مهم تماماً كالعدو إذا أردت الحفاظ على صحة جيدة وإبعاد الأمراض الإهتمام بنوعية الحياة المثلة التي تريدها لنفسك يحفزك على دخول النادي الرياضي أكثر من التركيز على خسارة الوزن وأكيد دعم كملينا معكم بفقراتنا الطبطية وأولى فقراتنا رح نحكي فيها عن هجاشة العظامة هاي المشكلة الصحية يلي غالبة أنها ما بتصيب النساء والكبار بالسنة ولكن النساء بتصيبهم بمرحلة عمرية معينة ولكن الأكثر شيء وعلى الرغم من هالشيء ممكن تصيب الأطفال بشكل متكرر وهالشيء أكيد بيؤدي لإصابات وكسور بالعظام عندهم كمان بشكل متكرر يا سلمة أكيد عفاف ولكن من غير المعتاد أنه نحن نسمع أنه الأطفال عندهم هشاشة عظام فما هي أسباب إصابة الأطفال بهشاشة العظام أعراضه وأيضا طرق علاجه وغيره كثير من الاستفسارات اللي رح يجاوبنا عليها ضيفنا بالستوديو الدكتور بشير خليل وهو اختصاصي بالمفاصل والروماتزم ومناعة أزاتية عند الأطفال صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك صباح الخير لكم وجميع المشاهدين على الأخبارية السورية صباح الخير دكتور خلينا بالبداية يعني نحن مستغربين أنه الأطفال عادة عندهم هشاشة عظام بنا نعرف شو هو السبب الرئيسي لهشاشة العظام يعني هدون الأطفال دائما بيتعرضوا لكسور بيتعرضوا لإصابات ومين هنه الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض؟ نعم كما تفضلت حضرتك أنه فعلا هشاشة العظام هي بعد سن معين عند النساء خاصة بعد سن الضهي والرجال كذلك الأمر بعد سن الخمسين لكن ممكن أنه ينصاب في هشاشة العظام عند الأطفال بعد إذا بدأت معرفة ما هي هشاشة العظام هشاشة العظام هي مرض استقلابي يؤثر على خلل في تكوين العظام وتمعدن العظام فيؤثر على متانته وقوته وكتلته كتلة العظم الكلية وتمعدنه بيكسبها لأغلب الأشخاص خلال 40 سنة الأولى الزروة بيوصلها خلال 40 سنين و95% حتى بالمية مية من هالكتلة العظمية ممكن يكتسبها خلال مرحلة الطفولة حتى المراهقة المتأخرة يعني حتى عشرين العام الأولى أي خلل في تكوين أو تمعدن هاي العظم أو خلل في اكتساب التمعدن منذ البداية ممكن أنه يسببنك هشاشة العظم وبالتالي بتقلمت أنت وقوته بيتعرض العظام لكسور متكررة الآلية بهشاشة العظام في عنا بتركيب العظم في خلايا بانية للعظم وفي خلايا كاسرة للعظم لما بيصير في خلل بين هذول الخلايا مثلا الكاسرة بتصير نشاطة أكترهم بيصير في خلل في تمعدن العظم وبالتالي بيصير عنده نقص بكتلته نقص بتمعدنه وعرضه للكسور المتكررة عند الأطفال وبالتالي تظهر أعراض هشاشة العظام عند الأطفال طيب دكتور بما أن حضرتك حكايت هيك عن هشاشة العظام العزام عند الأطفال وأسبابها خلينا نروح كمان للإشارات أو الدلالات بأي عمر ممكن تبدأ هل هي من سن صغير كتير يعني أشهر وما بعد أو لا لحتى يبلش الطفل مثلا يمشي لحتى تبين عنا هاي الدلالات هلأ الهشاشة العزام ممكن تظهر من الولادة حتى السن العشرين وهي بالنسبة لمرحلة الطفولة لكن بالنسبة للقبار ممكن تظهر أكتر من هيك عيزة إلى أسباب سانوية فإذا دخلنا بأسباب هشاشة العزام فيه شيء اسمه بدئي بيكون له أسباب جينية ممكن لقي له أسباب جينية أو أنه يكون له ما له أسباب نسميه مجهول السبب فيه أسباب أخرى لهشاشة العزام اللي نسميها سانوية تنتج عن أمراض متعددة مثل أمراض أمراض الغدية مثلا فرط نشاط جارات الدرق فرط نشاط الدرق ممكن يعمل كوشينغ يعني فرط الكورتيزون ممكن يعمل هشيء أمراض غدية متعددة اضطرابات بالأقناة تشوهات الأعضاء التناسلية الغدية اضطرابات باستقلاب وعواز الفيتامين دال والكلس ممكن تعمل هشاشة عزام هذه من المنسبة للأمراض الغدية هناك أمراض التهابية مزمنة بآلية المرض أو باستخدام الأدوية المشاركة لها مثل التهاب المفاصل مثلا مثل الإصابات للزئبة الحمامية ممكن تعمل أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء كورونا أو التهاب الكورونا قرحي نتيجة الالتهاب المزمن ممكن تسبب هشاشة العزام أسواء الامتصاص مثل داء الزلاقي ممكن تسبب هشاشة عزام القمه العصبي اللي بيسبب نحول شديد وبالتالي ممكن تسبب هشاشة عزام هذه من الأمراض الأمراض الهضمية والأمراض الغدية والالتهابية هناك أمراض دموية السرطانات ممكن تعمل هشاشة عزام مثلا فقر الدم المنجلي اللينفومات ممكن تعملها شاشة عظام أمراض دموية عديدة صراحة ممكن تعملها شاشة عظام بالإضافة إلى نمط الحياة المختلف الأمراض التي تجبر الإنسان على جلوس مثلا لفترة طويلة نتيجة شلل عصبي، اضطراب عصبي، مركزي دماغي إصابات عضلية مثل الحثولة العضلية حثل دوشن مثلا مضطر المريض أنه لا يكون في حركة فبالتالي الحركة القليلة ممكن تسبب هشاشة عظام بالإضافة إلى اللي حكيناها هاي الأسباب السنوية خلينينا نقول أنه لهشاشة العظام اللي بيكون فيه وراها مرض معين بالإضافة إلى الأسباب البدئية اللي بتكون ممكن تكون جينية هون ممكن نبحث عنه بالعائلة إذا فيه مرض معين ومن هون راح تعريف نحن حكينا عن تعريف هشاشة العظام كتعريف عام نبسطه وندمه للناس لكن فيه تعريف شيء تعريف طبي لهشاشة العظام صراحة عند الأطفال بشكل خاص لما بيجينا طفل بكسر منسميه كسر انضغاطي للفقرات من دون ما يكون فيه سبب إطلاقاً لهالكسر انضغاطي من دون ما يكون فيه رد معين لهالفقرات هذا يعتبر أحد بنود تعريف هشاشة العظام أو في عنا ما يسمى لما نعمل اختبارات مثل الكثافة العظمية لما بيكون كثافة عظمية أقل من ناقص اتنين بالإضافة لوجود كسور بالعظام الطويلة أكثر من كسرين أو يساوي عند الأطفال لعشر سنوات أو أكثر من ثلاث كسور يساوي عند الأطفال حتى تساط عشر سنة هدوك أقل من عشر سنوات هدولي حتى تساط عشر سنة إذن فيه تعريف طبية فيه معنى عام لهشاشة العظام لحتى مفرقوا عن تليون العظام اللي بيصير عند أعمار مختلفة صراحة طيب خلينا دكتور ننتقل من الأسباب والأطفال اللي أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض خلينا نعرف شو هي طرق العلاج هل ممكن يكون في طرق علاج آمنة وممكن نأخذ منها نتائج إيجابية عند الأطفال هل في العلاج طبعا حسب السبب هون لما نحن وزعنا الأسباب أسباب بدئية أو مجهولة السباب وأسباب سنوية لما في عنا سبب سنوي مثل فرط نشاط الدرق أو جراب ندور على السبب عملنا تحاليل مخبرية نحن معينة لقينا في إطرافها من عالجة أن أحيانا أسباب دوائية مثل استخدام استيرويدات أو الكورتيزونات لفترات طويلة هون ممكن يشوف الطبيب يوازن بين السلبيات والإيجابيات هل يمكن تخفيض الجرعة؟ هل ممكن إيقاف الجرعة؟ هون ممكن أن نغير الدواء في أدوية معينة مثل مضادات الاختلاج هل يمكن تغيير فيه؟ ممكن تعمل مثلا تعمل هشاشة عزام هل يمكن تغييرها أو تخفيض الجرعة؟ الأدوية الكيموية هون ملزمين في علاجات معينة ملزمين فيها ببديناسي فممكن نعطي أدوية مساعدة له إذا منشوف المرض الأساسي هل ممكن علاجه؟ منعالجه هل فيه سبب سنوي؟ منشيل السبب السنوي غير هيك فيه توصيات معينة المعالج الفيزيائي النشاط حكيتوا عن الرياضة من شوي العلاج الفيزيائي لحركة النشاط مثل المشي البسيط الرياضة البسيطة طبعا مع الوقاية من الكسور هذا مهم كتير لبناء العظم بشكل جيد كمان ممكن إضافة فيتامينات معينة نظام غزاء معينة غني بالفيتامين دال مثل المكسرات مثل الفواكه بعض الفواكه الأغذية الحليب اللبن الغنية بالكريس والفيتامين دال وفيه أدوية الأدوية المسكنات لأنه الأعراض أنه أحيانا عند الأطفال أعراضهم بتكون لاعرضية ويكشف صدفة أو أنه جاي من شان كسر هون طلبنا صورة بسيطة وطلع معنا كسر فهون دورنا أول كسر ممكن مو من أول كسر لازم أقول فيه هشاشة عظمية الكسور المتكررة العفوية اللي بتنجم عن رد بسيط هون بيطلع في عنا هشاشة عظمية منبحث عنه عن طريق اختبار شعاعي منسميه الدكسا أو الامتصاص الأشعة السينية السنائية بنكشف الهشاشة العظمية وبالتالي نتوجه للعلاج هل هو علاج تالي لحزف مادة دوائية لعلاج مرض معين من الأمراض اللي تذكرناها أو أنه لازم نضيف مسكنات لنخفف من الآلام الموجودة عند هذا الطفل اللي ممكن تظهر بأسفل الظهر أو بالوريكين أو بالطرفين السفليين أو أنه لازم نضيف علاجات نوعية هون المرحلة الأخيرة فيه علاجات مثل البسفسفونات هاي بتخفف من الآلام بتخفف وبتقلل من الكسور المتكررة اللي ناجي عن هشاشة العظم بشكل أساسي دكتور خليه كمان نحكي اليوم هل في عوامل خطورة هي ممكن نتأثر إذا الطفل مصاب بهشاشة العظام؟ عوامل خطورة لتكرار الكسور طبعا هلا نحن لما نشوف طفل عنده هشاشة عظم ما لقينا سبب معين بدنا نبحث بالعائلة هل في أحد أشخاص للعائلة عنده هشاشة عظام؟ هل هو في شيء في أمراض نسميها مونوجينيك مثلا الاستيوجينيسس امبرفكتا مثلا تكون العظم الناقص هذا مرض جيني ممكن نلاقيه بالعائلة فلازم نبحث عنه فهي من الأسباب المؤهبة نمط الحياة الخاصة اللي مجبرة على الجلوس المديد هذا نمط خاص بدنا نبحث عنه من العوامل المؤهبة إذا طفل نحيل جدا عنده ممكن نسأل عن إذا فيه أعراض قمع عصبي تحريض قياء وغيره بالإضافة للأمراض اللي حكينا عنها بدنا نسأل إذا فيه أعراض لفرط نشاء الدرق لفرط جارات الدرق فيه علامات لكوشينغ لفرط الكورتيزون فيه أعراض هضمية فيه سوء امتصاص فيه إسهالات كلها تنفيه عندنا مثلا أعراض توحي بمرض دموي معين مثل فقر الدم المنجلي أو أنه أعراض توحي بسرطانات مثلا عند الطفل مثل إبيضادات الدم ضخامات ضخامة طحال ضخامة كبير ضخامات عقدية فقر دم ممكن ندور عليه ونبحث عنه وبالتالي توجيه العلاج حسب السبب اللي لقينا طيب دكتور يعني نشوف كتير أطفال ممكن يكونوا نحيلين وما عندهم أي أعراض توحي أنه هنون عندهم هشاشة عزام ممكن أكلهم يكون مزيادة كمان أو عندهم ضعوف يعني نحيلين كتير فهون شو ممكن نحنا نعمل حتى نكتشف إذا هذا الطفل عنده شيء مرض خطير أو هشاشة عزام طبعا ممكن شيء عنده هشاشة عزام هو ممكن طفل عنده هشاشة عزام هو نحيل وممكن طفل نحيل عنده هشاشة عزام فنحنا نشوف هل نحول اللي موجودة عند الطفل هل هو نحول مرضي ولا هو هيك شكله عائلي نمطه هل هو نحول نقص وزن شديد بالنسبة للعمر ولا لا ضمن المعدل الوسطي لعمره هل هو النحول ناتج عن مرض في نقص وزن ولا من البداية هك عم ينمو لكن بشكل تدريجي وبسيط هل هو ناجم عن اضطراب هضمي مرض سوء امتصاص عن إسهالات متكررة فلازم نبحث عن السبب هون إذا لقنا سبب إذا في عنا يعني ما يوحي بهشاشة العزام نطلبه هشاشة العزام السنوية نحنا ندور عليها لأنه منعرف مرض عم نعالجه كالتهاب مفاصل عم ياخد استيرويدات يعني كورتيزيونات لفترات طويلة فهون بدنا نبحث من ضفلهم بالأصل نعم من ضفلهم كلسوا فيتامين دال بشكل معه مع العلاج وحاطين ببالنا أنه هذا الطفل معرض ليكون عنده هشاشة عزام مرض هضمي سوء امتصاص منعرف أنه هذا الطفل معرض ليكون عنده هشاشة عزام لذلك عم نستقصي عنده مرض دموي منعرف عم ياخد معالجه كيماوية وعلاجات تانية فهو معرض لذلك ممكن نبحث عن هذا الموضوع خلال متابعة الطفل طبعا طيب دكتور هل يعتبر هشاشة العزام من الأمراض اللي ممكن العلاج منها نهائيا أو لا هي من الأمراض الناكسة أو من الأمراض اللي علاجها مثل ما بقوله مزمن تحتاج لفترات طويلة من الزمان العلاج بشكل أساسي بيتركز نحن لنا من الأعراض ممكن تكون العرضي ممكن الأعراض تانية تكون ألام عظمية شديدة فتسكين الألم مهمة كتير هاي جانب مهم بالعلاج الشيء تاني تعرض للكسور إذن العلاج موجه لتخفيف من الكسور المتكررة هون مهم لكن بنية العظم اللي تخربت أو مهامة معدنة بشكل جيد أنه تعود بشكل كامل تماما يعني هاي فيها صعوبة قد تكون طبعا تابع على السبب الأساسي هل هو جيني مثل تكون عظم الناقط هذا لا يمكن إعادة بناء لأنه فيه خلل جيني يمكن الوقاية من الأعراض الوقاية من الكسور الوقاية من الآلام العظمية إذا كان سبب سانوي مثلا هذا بيرجع بيرجع تقريبا لشبه الطبيعي فتابع للسبب صراحة لكن نحن لما منلغي الآلة منلغي الكسور المتكررة منحمي منوقي لما يعمل الإراضة أو يتحرك نوقي المفاصل والعظام أنه يصيبها ردود وبالتالي الكسور هي الردود الخفيفة اللي بتعملوا إيها بتكون نحن حققنا الهدف من العلاج وبناء العظم بشكل تقريبا نسبة لا بأس بها لكن العودة 100% هذه فيها صعوبة في بعض الأحيان ركزت دكتور على كلمة نوقي ووقاية اليوم ما فيه طرق وقاية لحتى نحن نوقي أطفالنا لحتى ما ينصابوا به شاشة العزام البداية الكشف عن المرض بشكل متكرر أو الانتباه له طبعا هي فيه زيادة هو مرض ناضر صراحة وهو فيه زيادة بكشفه لأنه صرنا عم ننتبه له فالكشف الباكر والعلاج يعتبر كمان وقاية لما منتوقع أنه أمراض معينة ممكن أنه يتطور عندها شاشة عزام فنحن عم نعالج من البداية كمان هاي وقاية تغيير نظام الحياة تشجيع على الرياضات البسيطة غير المجهدية هاي نظام وقاية تغيير نمط الحياة وتشجيع على الحركة نمط الحياة من نمط التغذية لأغذية تشجيع على الخضار والفواكل اللي بتحتوي على هاي المواد اللي بتقوي بنية العظم هاي تغيير نمط حياة مهم كتير بيأثر على تكوين العظم وبالتالي بيخفف منها شاشة لايزا طيب أحد التحديات عند الأهل هي اللعب تبع الأطفال وخصوصا نحن عم نقول بسن مبكرة ممكن ينصاب مثل لعب كرة القدم غيره من الألعاب هل هاي الألعاب ممكن تأثر إذا الطفل مريض هل يجب أنه نمنعه من هاي الألعاب أو لا كهشاشة عظام بالمرحلة طبعا إذا كان عنده مشخصة طبعا حسب مرحلته أكيد إذا شاشة عظام مشخصة بشكل أكيد وبمرحلة حادي طبعا نمنعه من الرياضات القاسية هي الرياضة بحد ذاتها قبل الكشف يعني عند الأطفال وعند القبال مهمة جدا لبناء العظم والكتلة العضلية والحماية حتى منها الكسور أما الرياضات المجهدة المرهقة التبارزية خلينا نسميها هاي ما كتير منيحها لما بيكون عندنا هشاشة عظام ممكن نمارس بعض الرياضات مع حماية المفاصل وحماية العظام من الكسور والردود أما عندنا هشاشة عظام ونلعب ملاكمة ما بيمشي الحال نلعب كرة قدم كمان العاب مجهدة وعندنا هشاشة عظام بالمرحلة الأولى فيها صعوبة جدا وخطيرة صراحة أكيد طيب دكتور هاليوم أهم النصائح يلي ممكن نأتزم أوطات الإفادة لكل الأهالي يلي عندهم أطفال مصابين بهذا المرض كيف نحن ممكن نقدر نوجههم بشكل صحيح أو نعطيهم بعض النصائح المهمة والأساسية تماما أول شيء الانتباه للمرض وسؤال للطبيب عن هذا المرض ممكن يعمل هشاشة عظام عند ابني ابني مريض بمرض فلاني ممكن نسأل عنه أكيد هو بزهن كل طبيب لكن أحيانا ممكن ننبه هالي ممكن يعمله هشاشة عظام وبالتالي البدء بالعلاج والدعم الغذائي الدعم بالفيتامينات الدعم بالكلس باكرا إذا فيه نمط حياة معين خاص بهذا الطفل تشجيعه على الحركة إذا فيه سبب صحي معين تمنعه من الحركة نحن مساعدته بالحركة مهمة كتير بالإضافة للانتباه إذا فيه شخص بالعائلة أو بأحد الأقارب عنده هذا المرض أنه نكون نحن ننتبهه كمان قد يكون ابننا عرضة أكتر من غيره من الأشخاص الثاني لهذا المرض أكيد يعني نصائح مهمة جدا عطيتنا ياها اليوم دكتور توقع جعوبنا على أغلب الأسئلية التي يمكن تخطروا بالناس اللي عنده أطفال بتعاني من هشاشة العزام نتشكر وجودك معنا شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم دكتور بشير وأكيد ننتمنى السلامة للجميع أو الله يبعد المرضى عنكم وأكيد مكملين بفقراتنا الصباحية أكيد يا عفاف لحروح لموضوع مهمة كتير طبعاً ضمن الأنشطة الهامة التي انطلقت بالفترة الماضية حول إطلاق الملتقى الحواري الموسع لقانون الخدمة العامة والتي انطلق بمجمع الصحار السياحي بريف ديمشق شكل مساحة هامة للنقاش والحوار حول مسائل تخص آلية العمل والتراتب الوظيفي وأيضاً طريقة التعاقد وكل ما يتعلق بفرصة العمل ضمن القطاع العامة أكيد سلمة واليوم ضمن فقرتنا الصباحية رح يكون معنا أحد محورية الملتقى ورئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية وللحديث أكثر وشو هي أبرز النقاط اللي طرحت خلال الملتقى واللي قد شكلت نوعات مشروع جديد لآلية العمل بالقطاع العامة وأيضاً رح نحكي عن أهمية الموارد البشرية ضمن العمل المؤسساتي وشو أهم النقاط كمان يلي بيتضمن اليوم معنا الدكتور مونير عباس بنا نقول لك صباح الخير وأهلا وسهلا فيك سيد صباحكم صباح المشاهدين وشكراً على الاستضافة صباح الخير دكتور وأهلا وسهلا فيك خلينا بداية نحكي عن الملتقى الحواري الموسع اللي كان مثل ما قلنا بصحارة حول الخدمة العامة وأهمية إطلاقه بهذا الوقت تمام نحن نعرف قانون الأساسي للعاملين هو من عام 2004 يعني صر له عشرين سنة هو عبارة من قلنا لحنا قانون العام للقطاع العام لحنا هذا الملتقى هو للحوار الموسع لمناقشة قانون الخدمة العامة يعني قانون الخدمة العامة سيحل محل قانون الأساسي للعاملين لعام 2004 فيه كل شيء حديث يطمح له لموظف القطاع العام الحقيقة تحديثات جزرية مقاربة نوعية بين قانون القطاع العام والقطاع الخاص مع حماية أكثر القطاع العام على سبيل المثال أنا مثلا كنت بصفتي بقلب الملتقى خبير في إدارة الموارد البشرية وكنت الوحيد من القطاع الخاص الحقيقة وكان الحضور رائع جدا وكان طبعا تشكر ويحسب لها وزارة التنمية الإدارية والدكتورة وزيرة التنمية الإدارية أنه تعمل هذا الملتقى اللي هو لأول مرة بيصير بسوريا أنه نتناقش بآليات العمل تبع القانون قبل إصدار القانون يعني احنا عتدنا أن يأتي خبراء ومشرعين يصيغوا القانون بعدين يبصر النور ونشوفه بعدين نقول مميح ولا مميح بس هالمرة لحنا عم نكون بغرفة نقاش موسع عم بتكون كل القطاعات من رتبة معاون وزير إلى كل المدراء العامين إلى مشرعين إلى قضاة يعني السلطة التنفيذية كاملة والسلطة التشريعية مع ممثلين وزارات كافة ممثلة بمعاونين الوزراء كانت حاضرة مع الخبراء كل هذه اللي هي كانت بتعرفي من سنتين اللي احنا عم نتناقش بليجان كل هذه اللي تحديث قانون الخدمة العامة يعني من اسمه قانون الخدمة العامة أنه ما عد في عنا قانون أساسي للعاملين الدولة يعني خدمة المواطن هي الهدف الأساسي من قانون الخدمة العامة نجي للمحاور كان الملتقى مؤلف من سبع محاور أنا محوري كان اللي هو تحديث نظم إدارة الموارد البشرية بسوريا وناقشت نحن شو عنا الأشياء الجيدة بالقطاع الخاص اللي ممكن نستفيد منها بالقطاع العام وغيري من الزملاء كان بكل محور المتحدثين كان دائما في رئيس جلسة في ثلاثة أو أربع معاونين وزراء وكانت السيدة الوزيرة عم تحضر بكل واحد من هذه الجلسات الحوارية السبع محاور من أهم ما جاء فيها السبع محاور أول شيء نظام جديد بسوريا للرواتب والأجور هو المراتب الوظيفية اللي هذا كان ملحوظ بالأربعينات الحقيقة هذا النظام المراتب الوظيفية هو عبارة عن نظام يلحظ الخبرة والمهارة بالإضافة إلى الشهادة العلمية خليني أحكي لك على سبيل المثال أنت بتعرفي مثلا شخص فئة ولبعد تسع سنين حسب القوانين النازمة بوصل لسقف الراتب بيعود بعدين عشرين سنة لحتى يتقاعد بعده على سقف الراتب نظام المراتب الوظيفية ما عد فيه سقف الراتب يعني ما عد فيه شيء أنه هذا الحد الأخصى لهذه الفئة الوظيفية شيء الثاني الفئات الوظيفية الخمسة انقسمت إلى ثلاث فئات ولكن كل فئة منهم تضم عند مراتب وظيفية حتى تتسلسل وظيفيا وتوصل إلى رتبة مستشار اللي هو أعلى نسبة من الخبرة بوظيفتك لازم يكون لك 27 سنة ما عد أنك أنت فيه أولى بتصيري استشارية بعد سنتين أو ثلاثة في عندك تراكم خبرات قبل رتبة الخبير قبل رتبة معامل الوزير قبل رتبة المدير العام قبل نائب مدير العام قبل رئيس القسم قبل رئيس الدائرة بعدين ببداية حياتك العملية أنت اسمك متمرن حتى تكوني سنتين تاختي خبرة بتصيري أصيل يعني تسميات جديدة بالنسبة لألنا يعني حتكون بالنسبة لألنا أنا بشوفها صارت كتير قريبة للقطاع الخاص مهمة لازم تكون أساسة موزنة الحقيقة كانت بالأربعينات يعني اللي احنا خسرناها بتحديث قانون العمل بعدين رجعنا هلأ ورجعنا أخذنا أهمة فيها هذا الشيء بفتح لك سأف الراتب يعني ما عدي أفكر أبدا الموزة في القطاع العام أنه يسأف راتبه أنه خلص هذا هو حجمي وهذا سأفي هاي شغلة يضفناها شغلة الثانية واحد من المحاور اللي هو تحديث أنظمة الموارد البشرية اللي شاركت في أنا شي جديد حيبصر النور اللي هو هتشوفه نظام العمل المفتوح نظام العمل المغلق اللي هو اللي احنا هلأ بتعرف وظيفة الدولة هي نظام عمل المغلق يعني أنت بتفوتي حتى ما نسميها بشارة من أول هو ابن السلك اللي هو السلك الوظيفي بقلب هاي الوظيفة يعني أنت تطلع عمرك بهاي الوظيفة فدتي بتعرف أنه ما حتطلع غير للتقاعد وما في شي جديد هيكون ما في شي محفز بالنسبة لألك غير أني أنا بعني من هذا السلك الوظيفي أما نظام العمل المفتوح ممكن يخليك تتنقل إلى وظائف ويخلي نظام التعاقد معك نظام تعاقد جزئي هذا دخل هلأ على القطاع العام هلأ احنا ما في عنا تعاقد جزئي غير بعض الوظائف الموسمية والعمال المؤقتين وانت بتاعك اليوم ويومين اللي هنة بتجي فترة بيستنوا المسابقة لحتى يتسبتوا مثلا ببعض الهيل لأنه بيكون هو بلحق عن طريق التدريب بعقود ثلاثة شهور هلأ فيك أنت تكوني موظفة بهذا العقد ثلاثة شهور مثل القطاع الخاص يعني ما عدت فيه مجال أني أنا بس كوني موظف قطاع عام تحت بند يا مسبت أصيل أنا بكون موجود هنا يا أما غير مسبت بعقود موسمية طب شو اللي يده لاحق أيضا سيتم العمل على نظام التأمينات الاجتماعية حتى المؤقت له ضمان اجتماعي وقال له تأمينات يعني أنت ليش كنت تخافي أنك ما تكوني مسبتة لأنه خايفة تخسري الوظيفة وتخسري التقاعدية تبعتك للمستقبل وتخسلي التأمين الصحي لأنت هذا ميز المسبت بعقد تام أو عقد كلي هلأ لا هنأمن هي الميزات حتى للعقد الجزئي حتى هيدخل نظام الساعة وحيكون بسوريا سعر الساعة بالعمل يعني مثلا أنا بدي موظف بالقطاع العام عشر ساعات ببعض الوظائف ما بدي أعنا طول الشهر ولا بدي أعادة من الأيام أنا بدي أعشر ساعات بالشهر كله حينزل شيء اسمه لا تقل الساعة في سوريا عن الحد الأدنى كذا يعني الشيء الشيء كتير هي حتكون إن شاء الله حتبصر النور حطوله فترة زمنية لحنا حتبلش بالتطبيق ما يفهموني غلط المشاهدين أعلننا لحنا ثلاث سنين بيكون انتهى التطبيق يعني لحنا ممكن ممكن هلأ من بكرة نشوف أن الأولوية لفتح سأف الراتب ممكن يتم الإقرار أنه أول شغلة تطبق فتح سأف الراتب عميما تم سك التشريع تعرفين أنتي هلأ لحنا طلع الملتقى بعدة توصيات راقية جدا كتير حديثة ورائعة جدا هاي التوصيات ترفع لرئاسة مجلس الوزراء بعد الإقرار من السلطة التنفيذية طبعا هذا بيروح بعدين إلى قبة مجلس الشعب بتروح بعدين بصاغ تشريعيا كيف بدأت تسك القوانين يمكن ما تطلع كلها مع بعضها تطلع تراتبيا حسب الحاجة بس حطينا فترة زمنية لمن هناك تتسنين إن شاء الله تكون مطبقة وخالصة الشي اللي حلو كتير بقلب الأنظمة اللي تمت هو نظام المراتب الوظيفية إلنا لحنا حيكون فيه ثمان مراتب وظيفية مو خمس فئات وظيفية المرتبة الأولى ومرتبة الثانية تضم عدة مواصفات والفئات الثالثة والرابعة والخامسة حيصر لعدة فئات يعني على سبيل المثال خلني إليك وزارة سقفت بملاكة وأخذت بالملاكة تباحها طلع دائما لغالبيت اللي عم نعانيها اللي احنا بشروع إصلاح الإداري بلجنة البونة التنظيمية لأنه عم تلاقي ملاكة الوزارة كاملة لأنه الفنيين فيها اللي هنن صلب الموضوع عشرة بالمئة أو عشرين بالمئة الغير فنيين اللي هنن عمالة من الفئات اللي هي الرابعة والخامسة هنن تسعين بالمئة مع أنه العمل الفني هو من شانه قائم الوزارة هدول الأشخاص اللي هنن موجودين بعدة فئات اللي هي هيتكون فيه لهم حرية الحركة تماما يمكن أنت تكوني طورتي نفسك وقت كنتي بالفئة الرابعة والخامسة وصار وقت أنت انتقلتي وأخدتي شهادة وتعبتي على حالك ونعترى الفرصة الموظيفية أنت بنظام التعاقد اللي هو الآن والمؤقت صار فيك فورا تنتقلي أول ما طورتي حالك مع التنطري أنت لحتى تصيري شخص مسبت وغير هيك أنت تفضلي تكوني بنظام مؤقت لأنه عندك نفس التأمينات وعندك نفس الحرية ونفس الضمانات الاجتماعية دكتور خلينا نعرف قد ممكن هشي يأثر على النظرة السائدة اليوم لمفهوم حول مفهوم الوظيفة العامة والقطاع العام يلي هي صارت العالم عند التبع كآلية للتثبيت والتقاعد وانحصرت ضمن هاد القطاع واعتبروا هشي هو ضمان لمستقبلهم ولحياتهم بعيدا عن الاستمرارية بالشغل الاستمرارية بالشغف لحتى يقدموا أكتر بشغف وتحفيز وأساس ممكن يخترعوها ممكن تكون جديدة وتطورات كل الناس بترغب بوظيفة القطاع العام بسبب الأمان الوظيفي اللي هو بيقول لك هذا غير موجود بالقطاع الخاص أنا بغلطك الفكرة وكان هذا الشيء اللي احنا كتير ناقشنا وتم كتير أشخاص كان عندهم وجهة نظر مغايرة أنك تأخذنا أنت الميزة الوحيدة تبع القطاع العام اللي هي التثبيت ليش نخاف لحنا من عملية أنه يكون هذا العقد سنوي ما نحن ارتباطنا بالعقد بقيمة أداءنا يعني أنا ليش بدي سبت شخص هو أداءه ضعيف وبنفس الوقت أنت وأنت عم تسبتي شخص أداءه ضعيف أنت عم تحبتي الشخص لأداءه جيد لأنه عم يشوف نفس المزايا عم بتروح للشخص اللي ما عم يشتغل فعملية الاستقرار الوظيفي نعطيها والأمان الوظيفي نعطيها لكل الناس عم تحبت ناس اللي هنين عم يشتغلوا عم بيقول لك ما في شي محفز أنا أشتغل أكتر وعم بتكافئ ناس ما لازم يكونوا بالموقع ويكونوا على ملات تماما كثير اليوم عم نشوف أشخاص عم تدفعن حياتها وعم تصير بمقبرة حيات حتى هي وعايشة أنه أنا ضمن القطاع العام مستحيل أنا أشتغل شي تاني أو أفكر أني جدد أو طور من مهاراتي اللي أنا موجودة عندي خلص أنا هون ضمنت راتبي ومستقبلي وحياتي كراتب ثابت وكمان تقاعد صديقتي أنا أخذك على الشقين اللي حضرتك أول شي أنت ضمنت الاستقرار الوظيفي بس إلي اللي عم بيأديك الراتب عم تشتغلي بالقطاع الخاص اللي ما فيه أمان وظيفي بعض الظهر أول شي تاني شي أنت ما ضمنت راتب التقاعد وعند تصل إلى التقاعد القيمة الشرائية لراتبك هي لاشي إذا أنت ضمنت فقط استقرار ومسمى وظيفي بس ما ضمنت حياة كريمة يعني الحياة الكريمة أنت رابطيها باسم راتب تقاعد بس راتب هذا التقاعد إذا أنت ما كنت مشتغلة عليه وأنت بالأساس عام لدي خارج جيد بحياة لائقة بعد التقاعد أنت بس سميتي حالك أنك أخذتي أمان وظيفي الأمان الوظيفي خلينا ناخده اللي إحنا ما فهم القطاع الخاص أول شي ما فيه موظف يسبت ويكون شخص ثابت بوظيفته إلا إذا كان منتج لهي الجهة يعني أنت بس تكون منتجة مستحيلة تخلى عنك صاحب العمل اللي إحنا ما أخذ عن القطاع الخاص صاحب العمل هو عقلية الرب العمل اللي هو وان مان شو هو اللي بيقول وأنا اللي هي وهذا اللي بيمشي والأمان الوظيفي هو دائما بالقطاع العام طيب شوفي لين وين إحنا لإحنا بالأمان الوظيفي الأمان الوظيفي بيأخذ بعض الأشخاص لمنطقة هي الكمفورت زوني بتحسي كمية الراحة أنه أنا ما حدا حيفصلني أنا ما عاد فيه داعي يطور حالي هذا اللي بيعمل تراتوبية يعني نحنا دائما بنقول لأنه موظف مثبت أو موظف حكومي فهو عرفان حاله أنه هو خلص ثبت بالوظيفة فما عاد عنده شيء قدمه ليحفز صاحب العمل أنه مثلا يرقي أو يغير من مهامه أو أو فبالتالي دائما بيقوله الشاب اللي جاي جديد أو حدا اللي جاي جديد بيكون عنده حماس أكتر لأثبات نفسه هذا الشيء ممكن رح يكفله هلأ القانون الجديد رح يخيل كل تقريبا بسوية واحدة من حيث التقدير مثلا اللي بيشتغل بيتقدر هاي كنا نلاقي نسمع هاي دائما في ناس ما بتتقدر بشغله فبالتالي هو بطل يعمل أي شيء يعني فيه شغلة حلوة حيلحظ النظام الخدمة العام القانون الخدمة العام الجديد اللي هو مثلا لكل موظف سجل شو هذا السجل؟ السجل يرتبط برقمك الوظيفة أنت مثلا بهي الوزارة أثبت نفسك وصلت إلى تراتبية وظيفية وترقية وظيفية معينة نزل هذا الشي العمل تبعك بسجلك حبيتي تكون مو بوزارة الإعلام حبيتي تكوني بوزارة تانية ولتكون قريبة لعملك بنفس المنصب الوظيفي بيروح سجلك وبيروح مثل ما هو على رقمك الوظيفي وبيروح للوزارة الجديدة أو للجهة الجديدة اللي حضرتك عم بتأدمي عملك فيها هتطلع على أدائك بالوزارة القديمة وحتطلع على سجلك الوظيفي فأنتي هلأ بتعاقب الوزارات أو أرباب العمل بالقطاع العام رح يعرفوا مين هذا الموظف من أول يوم تم توظيفه يعني هلأ ما عد فيه أنك أنت هون أفلنا السجل تبعك بهاي الوزارة وليكون ممتاز خفيناكي وليكون سيء جدا خفيناكي رحتي هلأ نوع جديد لا أنت مرتبطة بسجل كامل هذا الشيء اللي احنا بالقطاع الخاص بتعرفي ويكون الواحد دائماً عم يعمل عمل بيصير عنا الـ background check أو reference check منتصل بشركة القديمة كيف كان هذا بيحكوا لك كل التفاصيل تبعته هذا الوقت كما رح يدخل فيه الـ HR أكتر هذا هو اللي احنا هذا محوري اللي كان هون معنا HR نحن هلأ دخل نظام إدارة الموارد البشرية كاملاً إلى نظام الخدمة العامة القانون الخدمة العامة يعني أنت هيكون في عندك استخطاب هيكون في عندك نوع معين من مقابلات العمل هيكون في عندك كل شيء حيادي عم نحاول أن نقارب كل شيء يكون الكتروني لا يدخل فيه التأثير البشري قدر الإمكان هيكون في عندنا تدريب متواصل ركزت كثير قانون الخدمة العامة أن التدريب يبدأ من اللحظة الأولى من وظيفتك ولا ينتهي حتى التقاعد حتى موضوع تاني لنقش فيه أنه تم مناقشة فتح سن التقاعد يصير خياري يعني مثلاً ما يكون للـ 60 يكون مثلاً من الـ 55 للـ 65 حسب رغبة الموظف والجهة الموظفة لأله يعني أنت ما بدك تتقاعد على الساعة 60 فيه شيء تاني حلو كثير اللي هو صار فيه شيء برنامج بل أنت وعمر الواحد 58 والـ 60 برنامج اسمه بداية جديدة برنامج بداية جديدة عملية تأهيل الشخص بكل المهارات اللي بده إياها سوق العمل للقطاع الخاص قبل ما يخلص تقاعدته الشخص حتى يكون مهيئة لحياة جديدة وليس نهاية حياة وظيفية يعني هذا مفهوم كتير راقي وكتير سامي جداً وعم يتم تقديمه من الشغلات المهمة كتير نظام تقييم الأداء نظام تقييم الأداء ما عد في شيء اسمه كل سنتين أنت ترفعتي تلقائياً وحرام ردك قليل وحرام مناطية الـ 9% أو الـ 7% أبداً ما في هذا الحكي نظام تقييم الأداء حيرتبط بعملك الحقيقي وممكن ياخدك لترقيات وظيفية أبعد بكتير من زيادة محددة سنوية غير هي كمان بده يتم تمييز القطاعات القطاعات داخل القطاع العام القطاع الاقتصادي له حوافزه وقصصه لحالة القطاع الإداري له أصصه لحالة والقطاع الخدمي له أصصه لحالة الشيء كمان المهم كتير عملية الموازنة بين إيرادات الجهة وبين رواتب هذه الجهة مو إلا نحن سيكون سقف مفتوح ممكن يكون أنت عملك بوزارة معينة منتجة وإلى مبيعات وإلى سوق يكون راتبت فيها مميز جدا متر بوقت بتروحي أنت مثلا على جهة بالقطاع الخاص رواتب أفضل بكتير من رواتب بعض الجهات لأنه منتجة وبتجيب مصاري وهي نفس المفهوم هذا حندخله بالقطاع العام ما بيصير أني أنا أعمل عملية التوحيد هيك أنا مكون عم بحبط الشخص المنتج جدا والشخص اللي ما عم يشتغل أنا عم كافؤه فهي ما بيصير تحت مسمى أنه الوظيفة تحقق الاستقرار الوظيفي والحماية أني أنا خبي الأشخاص اللي ما مناح بالقطاع معين وكترون وبعدين أحبط الناس اللي مناح بهذا القطاع وصدرون للقطاع التاني يعني حتى بين القوسين اللي احنا كل الخبراء اللي مناخدن من القطاع العام من وين نحن ما هو نفس اللي موظف والشي المهم واللي كتير لافت للنظر أنه اللي احنا بنحكي على القطاع بس بعض الظهر عم نشتغل فيه يعني احنا ما بدنا هذا الشي اللي احنا بقلبه اللي احنا بنرجع من على المكان الأمان تبعنا هو القطاع اللي عم نشتغل فيه بس أنا وقت عم بعمل عملية التقارب بأي دولة دائما متقاربين هذو القطاعين ليسوا أعداء بعض بالعكس هو نفس اللي موظف في ده يختار هون أو هون أنا وقت عمل عملية المقاربة أنا عم سهل عملية التحرك والتنقل بين القطاعين يمكن أنت بنص الوظيفة العامة يخطر ببالك سأحتك وظيفة بالقطاع الخاص رحتي طب بديك ترجع على الوظيفة عامة بترجعي من خلال نظام التعاقد جزئي وبكل سوء وغير هيك فيني ميزك أنك في عندك عقدين أنت بالقطاع العام بوقت جزئي أربع ساعات وعندك عقد نظامي جدا أربع ساعات بالقطاع الخاص يعني أنت ثمان ساعات عملك ستكون بقطاعين إذا حاب فإذن نحن كثير متفاعلين بهذا القانون الخدمي العام الجديد وصدقيني الخبراء اللي كانوا موجودين رائعين جدا أنا من خلال محاور عندي شاركت بعدة تجاربية دولية وأقليمية وحطيت عدة تجاربية موجودة بأنظمة متطورة جدا أخذنا مننا المتطور وما لاحظنا غير متطور نحن عم نعمل وظائفنا الحقيقة كمان لقينا ببعض القوانين بالدول المجاورة مو كثير فيه شغلات اللي احنا لازم نستند عليها وأخذنا أهم شي هنن شايفين قوانين هن هي أفضل من عنا وكل القوانين اللي رجعنا لها بالدول الإقليمية المجاورة أقل قانون من الـ 22 يعني كثير حديثة وكثير متطورة فيه شي كمان لحظوا القانون الخدمة العامة العمل الافتراضي العمل عن بعد هذا كيف ديك التراقبي كمان حطينا له آليات كيف هلأ لحنا عنا مشكلة كتير كبيرة بالعملية المراقبة الدوام أو عملية الأداء والإنجاز مع الأشخاص عم يشتغلون عن بعد الشي الأهم ممكن يكون بقلب ملاك القطع الوزارة أو الجهة العامة تقليلي أنا بدي من ملاكي 3% عن بعد بيكفيني مبدو مكاتب بيشتغلوا من بعيد ومستقلين بدي 20% يكونوا بس مسبتين فقط لا غير في وظائف لازم لتثبيت اللي هي مثلا الأساذة اللي بده تراكم خبرات الباحثين الأطباء هاي شغلات انت بدك تراعي انه تعافظي على أصالة الخبرة لأنه ما فيكي كل يوم تعمل يعطي جزئي لشخص انت يعني بتراكمي خبرته هذا المكان بده تراكم خبرة فهدول بيكون على ملاكهم منحط 10% 20% مسبتين هدول لازم يكونوا بعقود مستمرة و80% متحركين وعطيت الحرية لهذه الأشخاص لأنه انت هلأ إذا بتعرفي عندك نفس الحقوق والتأمينات والضمانات الاجتماعية بعاقد جزئي أنا ما عاد قاتل على عاقد تثبيت كلي ما كلياته على رقمي التأميني عم بيصد بتقاعو ديتي فما عادي خوف أبدا ما لي خايف لحتى أتثبت وأضمن كبرتي أو أضمن المستقبل تبعي كلياته عملية المقاربة لأنه نحن أنا شايف الحل ذكرت دكتور أنه العمل عن بعد ممكن يتم والعمل المستقل والعمل الجزئي الساعات الجزئية لبعض الأشخاص فأكيدنا نتمنى لكم التوفيق وتوفيق لكل الناس أكيد وأبدا نتشكرك خلص وقتنا معك دكتور شكرا شكرا لكم شكرا لكم شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك أتمنى لك كل هذه الأفكار تتاخذ بعين الأكتبار شكرا لك أما هلأ لين رح نروح رح ننتقل هلأ لمدينة اللادئية وهي أكيد جولة ضمن المحافظات السورية وأولى اللادئية وراح نروح لجولة من الأمشطة اللي عم تشهد المحافظات ومن الداها من هون بحيث قدم انتحاد شبيبة الثورة عرض مسرحية حمل عنوان رقصة الحياة على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون والتفاصيل رح نتابع أكتر ضمن التقرير التالي حيث عرض مسرحي يقدمه فرعو اتحاد شبيبة الثورة في اللاذقية على مسرح دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية بمناسبة أعياد نيسان أقام فرع اللاذقية هذه الفعالية التي تتحدث عن صمود سوريا وصمود شباب سوريا وصمود الشعب السوري وتكاتفه وتضامنه إلى جانب قيادته وإلى جانب جيشه لو لا هذه التضحيات ولو لا هذه البسالة في الصمود لما نجينا اليوم ووصلنا إلى بر الأمان الفعالية اليوم تحكي على هذه الأرض ما يستحق الحياة هي حكاية أمان بعد 13 سنة حرب وبعد كل الأسى وبعد كل المشاكل اللي صارت وبعد كل الكوارث وبعد الزلزال الشعب السوري والشباب السوري ما مستحيل يترك أرضه العرب كان حلو لزيز لطيف شفنا فيه محاولات كثير حلوة وجادة لجيل الشباب اللي عم تطلع هالأيام هاي طبعا الشبيبة هي دائما منظمة رافية وقوية لكل جيل الشباب والمستقبل وطن نتمنى دائما نستقبل هدول الشباب ونطورهم وندعمهم وخاصة بهذه الأيام اللي نحن نطيف فيها الخير عرضنا كان عبارة عن رقصة حياة دوري أنا كان هاجس من هواجس آدم اللي أنا عم يدعمه عقلانيا وانصحه عقلانيا نطلع من هيدا الأرض هاي رسالة يلي عم نوجه هلأ اليوم انه ما حدا يطلع برع بلده يضل هون فكرة من العرض انه نحن نعبر عن اللي جواتنا وعن الصواخعية بطريقة نبين الرخص والجساد مع الروح فهي كانت اسمامة على رخصة حياة اليوم عرضنا كان عبارة عن هواجس وجزور الأرض اللي نحن فيها ورقصتنا هي رقصة حياة بالنهاية سيحاول انتزعه بالأكام لكنه مصير وعاني لسببه المصير هو أن جميع لديهم أقدام إلا آدم لديهم جزور تقدم المسرحية نماذجات حاكي الواقع للتمسك والتشبث بالأرض رغم كل الظروف أما هل الحروح لمحطتنا التالية وأيضا من دير الزور أقامت مديرية التربية ندوة حوارية حول القانون المتعلق بالعقوبات بسير الامتحانات العامة وتفاصيل أكيد رح نتابعها مع مراسلنا بدير الزور إبراهيم الضلي ندوة حوارية حول القانون المتعلق بالعقوبات المخلات بسير الامتحانات العامة أقامتها مديرية التربية بدير الزور الغاية منها هي نشر الترعية والثقافة القانونية بخصوص المرسوم 42 لعام 2023 والغاية منه هي توضيح التعليمات لهذا المرسوم والبنود والمواد التي صدرت فيها والعقوبات التي تتعلق بالعقوبات الامتحانية لمن يقوم بأي عملية تسريب أو تسهيل غش أو حتى خطأ في الامتحانات وبالتالي هو جانب التشريع لمرسوم يساعد على تنظيم العملية الامتحانية وضبط الامتحانات بالجودة الأفضل إن شاء الله نحن هدفنا التربوي التوعوي توجيه للزملاء لأهمية الحفاظ على العملية الامتحانية وحماية الطالب وحماية الشهاد السور الندوة تناولت مواد القانون والعقوبات التي نص عليها تم شرح أحكام القانون 42 لعام 2023 والذي يتحدث عن الغش الامتحاني سيما أن هذه الأفعال كانت سابقة لم تكن مجرمة الآن أصبحت جرائم جزائية وعلى رأسها جريمة تسريب الأسئلة في الامتحانات العامة والتي هي عقوبتها هي عقوبة جنائية الوصف وهي عقوبة استجنى المؤقتة من ثلاث سنوات إلى خمسة طعام سنة أيضا تم شرح جوانب القانون الأخرى والتي تحدث عن انتحال هوية الغير وعن الغش الامتحاني وتسهيل الغش للطلاب واللجنة التي تم تشكيلها في وزارة التربية التي تقوم بدراسة هذه الطلبات أطلاع الزملاء المدارسين الذين يتكلفون كرؤساء مراكز وأمناء السر ومراقبين فيما يخص القانون 42 من عقوبات وتوضيحه والارتقاء بالعملية التعليمية القانون يهدف لحماية العمليات الامتحانية والارتقاء بجودة التعليم فراح يمضل للأخبارية السورية دير الزور وانكملين صباحنا معكم مشاهدينا وانتألنا لآخر فقراتنا لليوم وراح نختص فيها ضمن فقرة للأطفال يلي هنون شاطرين كتير بالحساب الزهني أو يلي عندهم قدرة على تعلم الحساب الزهني يلي بيعد اليوم من أهم المهارات يلي ممكن تعليمها للطفل من خلال أساليب تقنية ومختلفة وأيضا ممكن تعزز كتير القدرة العقلية وتنمية المهارات عندهم وأيضا المهارات الرياضية عندهم أكيد يا عفاف مثل ما قلتي طبعا الحساب الزهني هو مهارة ممكن تعليمها للأطفال بسن مبكر وأيضا هي بتساعدهم على النجاح بحياتهم وتغيير طريق تفكيرهم بشكل عام وليس فقط بمسألة الحساب الزهني ولكن بيصير عندهم قدرات أوسع علمية إن كان بالحياة وإن كان أيضا بالمدرسة خلينا نتعرف كيف ممكن يتعلموا الحساب الزهني بدقة وبسرعة وخلينا نقول بوقت قليل ومن الصفر كل هاي التفاصيل وغيرها رح نحكي فيها مع دفتنا بالستوديو الأستاذة المشرفة التعليمية في علمني الأستاذة سناء المشعلي ليساعد صباحك وأهلا وسهلا فكي ليساعد صباحكم صباحك وأهلا وسهلا فكي هو إجراء العمليات الحسابية جمع أو طرح أو ضرب أو قسمة بسرعة بدون استخدام أي أداة أو آلة حاسبة فقط الاعتماد على القدرات الدماغية كلها يعطنا بنعرف أنه نحن بالحساب الزهني هو عنده قدرة كتير كبيرة على تفعيل عضلة الدماغ ويزيد من المهارات العقلية للطفل كلها يعطنا هلا أطفالنا صاروا مدمنين على الإنترنت والأجهزة الإلكترونية لهيك نحن نجي ببرنامج الحساب الزهني بالمعداد الصيني اللي عم نستخدمه منقوم بتفعيل شقية دماغ عم بيكون فيه تلف بخلايا الدماغ عم بيصير فيه تراجع بعمل الدماغ فلما نجي بالحساب الزهني منفاعل شقية دماغ الشق الأيمن والشق الأيسر الأيمن المسؤول عن الصور والأيسر المسؤول عن الأرقام هو تحويل الصورة إلى رقم عم بيصير فيه عمل باستليالات العصبية مع بعض البعض لحتى يصير فيه عندي تركيز أكثر الحساب الزهني هو مو بس أنا أعرف الأرقام أو أنه أنا أعطي جواب بسرعة لا نحن بهذه العملية عم نزيد عملية التركيز عند الأطفال طيب خلينا نحكي شوي ديوم هل في قابلية معينة للأطفال يعني مثلا نقول هذا السن أو هذول الأطفال مؤهلين أكثر أنه يتعلموا بسرعة أو لا أي طفل فيه يبدأ هاي المهارة ويتعلموا تمام الحساب الزهني هو عبارة عن مهارة من المهارات وأنا دائما أي مهارة بدي أعلم لطفلي بدي أعطيه الاهتمام بدي أعطيه التشجيع بدي أعطيه التركيز لحتى يقدر يأخذ هاي المهارة وبدور المدربة للحساب الزهني أثناء جلسات الحساب الزهني عم تقدر تعرف شو المشكلات اللي بيعانوا منها الأطفال وتساعدهم على حلها للوصول إلى هدفهم المراد منهم وأكيد عم تتعرف على نقاط القوة لحتى تدعملهم إياها ونقاط الضعف لحتى تحسنوا إياها مرة بعد مرة أكيد كل أطفالنا قادرين يتعلموا الحساب الزهني إذا تقدم لهم الرعاية والاهتمام الصحيح طيب اليوم قبل ما نحنا نتوجه للمدربين وناخد أطفالنا اللي عندهم لحتى يتدربوا على الحساب الزهني اليوم كيف ممكن نحنا كأهل نقدر نكتشاف أنه هذا الطفل قادر على أنه يكون مبدع بالحساب الزهني أو لحتى نحنا نبلش معه بالأول وبعدين ناخده لعند كوتش أول شي أنا بدي شوف طفلي إذا عنده شغف حب الرياضيات أنه هو يحل تمارين بطريقة كتير سريعة لأنه رح يصير روتين أنه يحل التمارين بوقت قصير ويصير عنده روتين يومي أنه يستخدم القدرات الزهنية عنده أكيد أنا كأم صار في عنا وعي كتير كبير لبرنامج الحساب الزهني فأنا لازم كون مع مدربة لازم كون مع مدرب عنده القدرة لأنه كل مدرب ومدربة دخلوا عالم التدريب أكيد عندهم الإدراء لإيصال المعلومة للطفل عندهم الإدراء لحتى يوضحوا المعلومة للطفل عم يقرأ عم يكتب عم بيغني عم بيداوي المدرب أثناء جلسة التدريبية فأكيد المدرب خاضع لمعايير معينة من ضمن مؤسستنا مؤسسة تعلمني لحتى عم يقدر يوصل لهذه الاحترافية بإيصال المعلومة للطفل وأكيد أنا بوجه تحية من القلب لكل مدرب ومدربة عم يشتغلوا مع أطفالنا لحتى يوصلوا المعلومة يوصلوها للمستويات المطلوبة وأكيد هذا كله ما من ننسى فضل المؤسسين عنه بمؤسسة تعلمني الأستاذة سمية مكة والأستاذة رفيدة مكة على تقديم معايير التدريب باحترافية طيب أستاذة خلينا كمان اليوم نحكي شوي الحساب الزهني هو مو بس شيء رياضي يعني رياضات مثل ما قالت أنت ببداية حديثك أنه هو بيفاعل الدماغ عند الطفل وعملية الحساب يعني بتفاعل أي شيء صاير عنده مشكلة فبالتالي كيف ينعكس الطفل اللي اللي عم يدرب حساب زهني على باقي حياته التعليمية ضمن المدرسة أول شيء لحل لاحظ بطفلنا أنه رح يزيد تحصيله الدراسي الطفل لما بيتعلم مهارة الحساب الزهني رح يعيش تغييرات كثيرة بمجال حياته وبمجال التحصيل الدراسي عنده طبعا الطفل لما بيتعرض لعمليات عقلية بيتعرض لتمارين بيتعرض لحل تمارين بطريقة سريعة من دون استخدام أي آلة حاسبة فأنا بهذه الطريقة عم زيد عملية التركيز عم بصير عنده مرونة أكتر تفاعل أكتر نشاط أكتر وتركيز أكتر لأنه أنا عم وصله المعلومة عن طريق اللعب طيب اليوم يعني حكينا عن قدرة الطفل على التفكير وممكن كيف ممكن أنه يوجه حاله حتى أو حتى الأهل طيب اليوم شو هي القدرات اللي نحنا منعززها أكتر إذا كانت موجودة عند الطفل ولتجرعنا نحنا لعمليات الحساب الزهني شو ممكن عنده يتصور مهارات ثانية نتيجة هالشي؟ نحنا منعرف مهارات الحساب الزهني هنا ثلاثة مهارة المعداد مهارة الأصابع ومهارة الخيال نحنا عم نشتغل على الخيال هو أساس البرنامج عنه لأنه الطفل بحب التحدي بحب اللعب بحب المسابقات فأنا بهذه الطريقة عم بوصل له المعلومة عن طريق اللعب عم بصير عنده قدرات أكتر زيادة تركيز أكتر انتباه أكتر وهذا الشيء كله بنعكس على حياته العملية بشكل عام طيب أستاذ السناء كمان اليوم الطفل يمكن الأهل بيقولوا أنه هل فيه سن معين أنا ممكن أبلش فيه مع أطفالي أنه السن الأفضل اللي ممكن نبلش فيه هل مثلا ثلاث سنين أربع سنين خمسة سنين ست سنين أنه السن بتشوفي أفضل من خلال طبعا ممارستك لهذا الشيء ومن خلال رؤيتك لعدد كبير من الأطفال بأعمار مختلفة كلما كانت مهارة الحساب الزهني بعمر أصغر كانت الاستفادة أكتر لأنه أنا عم بشتغل على زاكرة أسرع على قدرة حفظ أكتر عم بشتغل على اللاوعي عند الطفل مهارات الحساب هنا ثلاثة لكن أنا بعمر الأربع سنوات ما بعطي مهارة الأصابع بأخرها شوي لأنه بهذا العمر أنا عم أسس عند الطفل مفهوم الأرقام عم يعرف الأرقام عم يعرف القيمة العددية للرقم وأنا بمهارة الأصابع بالحساب الزهني أنا عم برفع القيمة العددية للأصبع فأنا مهارة الأصابع بلغية شوي بعمر الأربع سنوات لحتى يخضع لكورز لحتى يعرف أساس الأرقام لحتى يعرف القيمة العددية الصحيحة للرقم بعدين بيخضع لاختبار من قبل المدربة وهي يلي بتقرر إيمتها رح تدخله مهارة الأصابع أكيد كل ما بلشنا بوقت صغير كل ما كانت الاستفادة أكتر بما أنه اليوم أطفالنا دائما ماسكننا الأجهزة الإلكترونية والألعاب الإلكترونية كيف نحن ممكن نستغل وجود هالشي ضمن إيديهم وما دي وقتهم هيك صدع نستغل هالشي بتعليمهم الحساب الزهني في برامج خاصة إلكترونية لتعليم برنامج الحساب الزهني نحن بالأزمة التي تعرضنا لها بأزمة الكورونا الطر المدرب أو المدربة ينتقلوا نقلها نوعية من التدريب المباشر بالقاعات الصفية للتدريب الإلكتروني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي هذه الوسائل أتاحت فرصة كتير كبيرة للأطفال لحتى يتعلموا مهارة الحساب الزهني لأنه في برامج خاصة لحتى يتدرب الطفل على مهارة الحساب الزهني أثناء بعد انتهاء الجلسة التدريبية وأكيد بنعطى اختبارات وهو لازم يبعث الاختبارات ويبعث الواجبات وأوراق العمل بيحل عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة المتطورة طيب شو أهم شيء يمكن اليوم لازم هيك تنصحي فيه الأهل لكل يلي عم بيتعبعنا وعنده أطفال وبلشوا بمهارات الحساب الزهني إحنا بنعرف بعض المهارات مثل اللغة اكتساب اللغة وما إلا ذلك بحاجة لممارسة دائمة إذن قطعت هاي الممارسة بيرجع مهما كان واصل لمرحلة هاي هذا الشيء كمان بينطبق على مهارة الحساب الزهني؟ أكيد مهارة الحساب الزهني هي الأهم فيها واللي أنا بوجه لكل الأهالي هي الاستمرارية والانتظام بمهارة الحساب الزهني إنه أنا يتعرض للمستويات المطلوبة منه لأنه نحن الحساب الزهني هو لعمر 12 سنة بعد 12 سنة نحن بننقله لبرامج أخرى فأنا لازم كتير الاستمرارية إنه هو ينتقل بالمستويات لحتى يأخذ الهدف المرجو من الحساب الزهني أكيد وأنا بفضل الأهالي إنه هني نشوفوا أطفالهم يعرفوا شو الشيء اللي عندهم قدراتهم ويشتغلوا عليها وينمو لهم ياها تماماً ذكرتي إنه موضوع الأهالي كتير مهم وبيلعب دور كتير كبير عند الأطفال وبتنمية هاي القدرة عندهم طيب اليوم كتير ممكن نشوف من الأهالي ما ننفاضياً أو ما عم ينزبوا على أولادهم بسبب ظروف الحياة وممكن كل حدا يكون ملتهي بشغله ولكن هاد الطفل عنده هاي المقدرة على أنه يكون يكتسب مهارة الحساب الزهني كيف ممكن اليوم نحنا نقدر ما بدي إليك نعطي شوية وقت ننتبه لهذا الطفل أول شي يعني هاي ممكن تكون نصيحة جداً مهمة لكل الأهالي يلي مسألنا 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 أطفال لأسعاد زيم مختصين ممكن كمان الأسعاد زيم عين ينطبوا عليهم ويفكرون بس فقط متميزين بهذا المجال كيف نحنا بدنا ننمي هاي القدرة عندهم أو نعطيهم اهتمام ووقت ونكتشف هالشي بنفس الوقت أطفالنا كلهم عندهم قدرات لكن في أطفال تضو على هاي القدرات وفي أطفال ما أخذت العناية اللازمة أو الاهتمام اللازم فأنا أطفالنا لازم دائماً يتعرضوا لبرامج تنموية لقدرات عقلية لألعاب لتحديات لمسابقات لحتى يشاركوا بالنوادي الصيفية هلأ نحنا مقبلين على الصيف عم نحضر نوادي صيفية للأطفال نحنا بمركز علمني دمشق عم نحضر نادي صيفي متميز للأطفال بيتضمن عدة برامج وعدة مهارات مع بعضها تتضمن حساب زهني زاكرة زهبية برنامج السوسو دوكو وأكيد رحلات ترفيهية وتعليمية وتربوية بنفس الوقت أكيد الأسعار عم تكون تناسب كل الأهالي وحتى تناسب أطفالنا كمان ويكونوا معنا بالناضي الصيفي بإذن رب العالمي أكيد أستاذ السناء بنعرف أنه في بعض الأطفال اللي بيكون عندهم مشاكل خلينا نقول ذهنية أو مشاكل خلينا نقول بقدرة الاستيعاب إن كان توحد أو إن كان غيره من المشاكل السلوكية هاي ممكن نتأثر أو لا بالعكس بيقولولك ممكن نشوفه يشوف الحساب الزهني هو وسيلة لحتى ننمي قدراته الزهنية ونساعده أكتر على الاندماج نحنا أنا ما بفضل سميه صعوبات أنا بفضل سميه تحديات هو الطفل عم يتحدى نفسه عم يتحدى هذا النقص شوي عنده بالخبرات أو بالقدرات عم يتحدى نفسه لحتى يوصل ويصير مثل أقرانه نحنا حاولنا مع أطفال زلهمام وكانت تجربتنا معهم جدا رائعة اتعلموا برنامج الحساب الزهني وأخدوا قدرات كتير حلوة ووصلوا لمراحل حلوة وشاركوا بالفعاليات اللي نحنا عم نعملها سنويا نحنا بمؤسسة تعلمني سنويا عم نقيم مسابقات لأنه بعد ما ينتهي النادي الصيفي نحنا كيف ننكافئ أطفالنا فنحنا عم نعملهم مسابقة على مستوى الجمهورية كل المحافظات بتشارك بهذه الفعالية وبيحصلوا على جوائز وبيشاركوا وبيتحدوا نفسهم بهذه المسابقة وأكيد هنا المشاركتهم معنا هذا شيء كتير كبير وهنا المتميزين حتى لو كانت محاولة هير ناجحة بالنسبة لهم لويتي على نقطة كتير مهمة استاذ السناء وهي فكرة التحدي والمنافسة عند الأطفال أدي اليوم مهم أنك تدمجي هذا الطفل مهما كان عنده ممكن مشاكل ممكن صحية أو حتى عقلية أو حتى يكون ممكن مريضة صيف التوحد ممكن ندمجه اليوم كتير عم نشوف أطفال عندهم هاي المشكلة وهذا الاضطراب عم يدمجوهم مع الأطفال وعم يسجلوا بمدارس عامة وعم يكونوا شوية كتير متعاونين مع غيرهم فأدي ممكن يكون مهم بالنسبة لكل الأهالي أنهم يدمجوا طفلهم بهي النوادي والدورات التعليمية لحتى يكتسبوا مهارات أكتر يعني أنت ضويت على نقطة كتير مهمة أنه أول خطوة لازم نعملها هي أنهم حتى هذا الطفل بنادي لحتى هو يتدرب ويتعلم ويصير عنده ممكن إذا شاف حدا أشطر منه يصير غار منه ويصير ثماما أنا برأيي الطفل مهما كانت قدراته هو بيحب اللعب هو بيحب التحدي بيحب المسابقات هو ما بيكره العلم بس هو ما له عرفان قيمة العلم بهذا العمر الصغير فهو نحن من واجبنا كمدربين وكأهالي لأنه نحن نحط الطفل بيجو من اللعب من التحدي إيصال المعلومة عن طريق اللعب إيصاله المعلومة لحتى يوصل لشيء من الاحترافية أكيد دمج الأطفال مع الأطفال العاديين والذين عندهم مشاكل أكيد هي شغلة كثير مهمة لأنه هي بتساعد الأطفال على العلاج بتساعد الأطفال لأنهم يتحدوا الظرف اللي هنن فيه ويتحدوا الوقت ويصيروا مثل الأطفال العاديين نوعا ما فينا نقول أكيدresSA سناء مشعل بدنا نتشكر وجودك معنا وعاك للمعلومات القيمة اللي قدمت لنايا على اليوم شكرا شكراً كثير إليك شكراً على الاستضافة الحلوة شكراً شكرا لك أستاذ السنة وأكيد بالتوفيق شكرا لك سلمة وصلنا لختام برنامجنا معكم مشاهدينا إن شاء الله تكونوا استفدتم من جميع الفقرات والمعلومات التي قدمنا لكم بدي أتمنى لكم بقية نهار حلو إن كنتوا لحالكم أو برفقة الناس يلي بتحبوا أكونوا بخير من هون لبكرة وكل يوم باي باي وشكرا لك يا سلمة شكرا لك عفاف وأكيد من أتمنى لهم نهاية أسبوع كل يوم حتى خير وصحة وبكرة رح تكونوا بحلقة خاصة مثل كل يوم جمعة ببيست أوف مع أبرز المحطات التي مرت خلال أسبوع بصباح نغير السبت بنلتقيكم مع كادر عمل الإخبارية السورية وبرنامج صباح نغير ضلوا بخير باي باي